الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهذا العنوان عنوان لكتاب أو صنَّف عالٍ من العلماء كتاب بهذا العنوان وسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية عنده كتاب اسم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فبين فيه من هم أولياء الرحمن وما هي صفتهم وما هو المنهج الذي ينبغي عليهم أن يسلكوه وبين فيه بالمقابل أولياء الشيطان وبين حالهم حالهم ومن هم وما هي صفاتهم وكيف استدرجهم الشيطان وأوقعهم في الضلال من حيث لا يشعرون ولبَّس عليهم وهذا الكتاب أي الفرقان من الكتب العظيمة والكتب الجميلة جداً التي تُبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وينبغي على طالب العلم وينبغي على المسلم أن يغتني هذا الكتاب بشرح عالٍ من العلماء لكي يزداد بصيرة في من هم في من من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان لأن الإنسان إذا تعلم العلم فإنه يميز بين الحق والباطل ربنا قال إن تتقوا الله يجعل لكم شنو؟ فرقانا يعني تفرق بهو بين الحق والباطل طيب أولاً القرآن أثبت أن لله تبارك وتعالى أولياء والآيات كثيرة ما تخفى عليكم منها قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صورة يونس ومنها قول الله تبارك وتعالى في صورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومنها قول الله تبارك وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وآيات كثيرة جدا بيّنت من هم أولياء أولياء الرحمن أو أولياء الرحمن وكذلك السنة بيّنت من هم أولياء الرحمن يعني الأولياء بتعالى الرحمن أرضو السنة ذكرتهم حديث أيضا ذكره البخاري في الصحيح وذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأربعين حديث بهريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا الحديث ذا دليل على إن الله عنده أولياء وأن الله عز وجل يتولى الدفاع عن أوليائه ربنا قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا وبيّن أن من عادى أولياء الرحمن فإن الله عز وجل فقد آذنه أو آذنه بالحرب والواجب على كل مسلم يبقى ولي لألا تبارك وتعالى لأن الجنة ما بيخشها إلا إنسان ولي الجنة الجنة ما بيخشها إلا ولي للرحمن ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ومنها قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ومنها قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أفضل الناس ياتم الآمنوا وعملوا الصالحات دي الأفضل الناس والولي لله تبارك وتعالى هو من والى الله عز وجل بالعبادات والطاعات وتولاه الله تبارك وتعالى بالحفظ والرعاية والتأييد الدليل الدليل كلكم برضو احفظوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك والحديث القبلي والذكرناه وحديث من عاد عليه وليا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه العبد يتقرب لله سبحانه وتعالى بالفرائد وهذا أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى إنه تتقرب لالله عز وجل بالفرائد يعني مثلا الواجب بإنه الإنسان يصلي الصبح حاضر وما يتكاسل لو زول يقول أنا والله بصلب الليل وبقوم الليل والليل ذكت بشير صلاء وصلاة الصبح بتفوت داء مفرط وداء ما أداء ما حافظ على الصلاء الواجب عليه بل إن شغل عن الصلاة الواجبة بصلاة نافلة والإنسان يحافظ على الصلاة الواجبة لقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي وقول الله تبارك وتعالى عن أيضا يخبر عن عن أهل الإيمان والذين هم على صلاتهم يحافظون فالولي لله تبارك وتعالى يوالي ويداوم على فعل الواجبات عشان بعشوية لما انتجين الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بيطلعوا لنا ناس الواحد فيما بيصلي ذاته وبقول لك أنا ولي لي الله دا ما ولي لي الله دا ولي لي إبليس والله زون ما بصلي ذاته زيل قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك الكتاب الفيوضات الربانية في الأوراد والمآثر القادرية الصفحة تلاتة وستين وما بعد قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك قال ولم يعلموا أني أصلي بمكة الجماعة شافوا ما بصلي معهم في الجامعة قال لي يا التافلان ما بتصلي معنا ليه قال لم الله أنا بصلي في مكة وقالضاء ما بصلي أصلا هو ما بصلي لكن دا إجرام شان كده من أبرز علامات الولي الصالح إنه يحافظ على الواجبات ويحافظ على ما أوجبه الله عز وجل عليه ما بتلقى ليه وللأ الله مفرط في الواجبات ومنتهك لحرمات الله ومتعدد لحدود الله بل ويتقرب إلى الله عز وجل بفعل المعاصر السبعة شوية بينجيب القصص بتحتلقهم وإنتباراك بتستغرب زول عادي ليتقرب إلى الله عز وجل بالزنا يقول لك دا أنا بعمل كده إنفاذا لأمر الله إنفاذا لأمر الله مصائب كثيرة ومن أبرز علامات أولياء الرحمن أنهم أصحاب عقيدة صحيحة أولياء الرحمن أصحاب عقيدة سليمة ما بيعتقدوا في مخلوق ولا بيعتقدوا في قبر ولا بيعتقدوا في ميت ولا بيعتقدوا في شيطان وإنما عقيدتهم وإنما عقيدتهم في الله تبارك وتعالى ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو سليم جاب يقلب سليم لكذا ربنا يقول في القرآن وده مشهد عظيم جدا ربنا ذكر في صورة في صورة المؤمنون قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ربنا قال لو كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم يعني من أمامهم وقدامهم لأن أمام في القرآن بتأتي أو وراء في القرآن بتأتي بمعنى أمامه منها قال الله تبارك وتعالى في صورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة وربنا قال من ورائه عذابه شنو غليظ فورا بمعنى أمام فدحال ولمن أولياء الشيطان في الاحتضار قال لربنا رجعني الدنيا عشان أعمل صالح ربنا قال لو كلا إنها كلمة هو قائلهم ورائهم برزق إلى يوم يبعثون ربنا قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك أولئك هم فمن ثقلت موازينه فأولئك أصحى أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون دا ربنا بيّن لك دي مقارنة برضو في القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ربنا يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ربنا قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فمن أعظم وأبرز سمات الولي الصالح وولي الرحمن إن عقيدة سليمة عقيدة سليمة ما يصرف عبادة من العبادات لغير الله يعني ولي الله ما بتلقاه بنادي غير الله ولي الله ما بتلقاه بيطبح لغير الله ولي الله ما بتلقاه بيعلق الناس به نفسه لأنه في ناس بيقولهم أولياء وبيقول لك يتعلق بنا نحن دا ما ولي لأ الله دا ولي للشيطان وللشيطان لأنه العلماء قالوا قالوا الطواغيب كثر وعلى رؤوسهم خمسة إبليس عليه لعنة الله قال ومن عبد وهو راض الزولة بيعبدوه الناس وهو راضيان دا طاغوت ومن دع الناس إلى عبادة نفسه وفي بالا في ناس بيدعوك لعبادة نفسه زي ما قال صاحب الزريبة وعبد الرحيم الزريبة قال إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل دا ما ربطك بأله ما ربطك بأله ربطك بإسماعيل الولي وذي ما من صفات أوجائل الرحمن وللرحمن بيقول لك يا زول زي ما نحن بندعو الله إنت أدعو الله ما بيقول لك أدعونا نحن في الشدائد ولا بيقول لك نادينا ولا بيقول لك نحن بنعلم الغيب وده الرابع قال ومن ادعى شيء من علم الغيب دا في بلن نأتي راقل راقل نجيب بعدين في الجزء الثاني قال ومن لم يحكم بما أنزل الله ديال الخمسة رؤوس بتاعنا الطواغين كده ربنا قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا لأولياء الشيطان كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما فولي الرحمن عقيدة سليمة يتقرب بجميع العبادات إلى الله تبارك وتعالى وللرحمن إن جيت يقول لك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء غد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء غد كتبه الله عليك وأساس الولاية أساس ولاية الرحمن التوحيد زول ما عنده عقيدة وما عنده توحيد خالص ده ولا يكذب عليه نفسه ولا يغش عليه رقبته ولا تلقاه عاملنا الناس زحمة في رمضان بمسواكه تجيط 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 الليلة يوم ده حار يا زول هو إنت عقيدتك في منه قل لك والله أني حقيدتنا في مرح وإنت عقيدتك والله أني حقيدتنا في مضوّنبان وإنت عقيدتنا في الكريدة وإنت عقيدتنا في الزريبة وإنت في الشيكانيبة أفطر ساي ما أتعمل للناس زحمة ساي وغلبة والله يجل تكون راكب جمه في الحفلة يغلبك كل مرة أسمع عليك الله شباك هذا ربزه يا زول إنت مشرك بالله تبارك وتعال معلق له حجاب وخط صورة الشيخ جوه في البيت وبيعتقد أنه الشيخ بيعلم الغيب وبيتدجانة وبنزل المطر وبجيب الرايحة وبصرف في الكون وبعمل 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 دا لو صام لو صام صيام داود عليه السلام صيام مردود عليه ربنا قال في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الله قال لك نازل عندهم سعي لكن سعيهم ضال وما عنده قيمة وما عنده وزن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يظنوا ظن أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ليه ربنا جعلوا هباء منثور لأنه فاقد للإخلاص والمتابعة من أبرز سمات أولياء الرحمن التوحيد عقدت في الله نظيفة ما بتلقاه طائف فيه قبر ما في ولي لها الله بطوف فيه قبر ما في ولي لها الله بعلق حجار ما في ولي لها الله بنادي غير الله ما في ولي لها الله بيعتقد في العرافين والسحرة وستات الودع ما في ما في ولي لها الله بيترك الفرائض ما في ولي لها الله يعني يرتكب الشركيات يقول لنا ولي لها الله ما في ما في لأنه ربنا قبيل وراك شرط الولاية حاجتين في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين اجنوا آمنوا الإيمان بالله عنده أربعة أشياء معروفة لديكم الإيمان بوجود الله الإيمان بأسماء الله وصفاته الإيمان بألوهية الله والإيمان بغوية الله دي أركان أركاء أو مقتضيات الإيمان بالله يعني لو اختل أي واحد من ديال أنت ما حققت الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان إيمان بالكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر إلى نهاية الأركان فمن علامات من شروط الولي إنه يكون مؤمن والمؤمن الموحد المؤمن دا الموحد عقدت في الله نظيفا إن عتر يا حي يا قيوم برحمتك أستغير بسم الله وهكذا طوال شغلت طوال معل واشنو إيمان تقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون والعلم قالوا كل مؤمن تقي فهو لله ولي أي يزل لأن الولاية بعض الناس عملاء بيوت والولاية عملوا لبس معين أي طريقة عند الولويس معين وشيخ الطريقة عند الولويس معين أي طريقة وإنت لو ما من أحفاد الشيخ عمرك ما بتترقى تبقى ولي كامل تكون درويش أول حاجة درويش حوار مقدم تاني ما بتترقى عمرك كله الشيخ يموت تجي إدت لولده تبقى له حوار والله والولاية والولاية ما كدي أنا سوي ولا ما كدي الولاية تحقّل التوحيد والتقوى إن تولي لها الله تبارك وتعالى ولو كنت من يعني أوضع الناس مقاما يعني لو لو إنت في نظر الناس يعني مقامك وضيع الشغل عند الله عز وجل ماها قبايل ولاها أجناس ولاها ألوان ولاها أزياء معينة ولا ودى الولي ولي ولا ودى الخليفة خليفة زي ما عندنا في البلد كان الشغل كان نوح ولد يبقى شنو يبقى ولي يبقى نبي عزي لكن ما أكد ربنا قال له إنه عمل غير صالح إبراهيم أبوه وين كان الشغل أصلا طبعا في ناس يقول لك احترم مرة شمس قبلك إذا كان أشاف الشمس قبل إذا عقلته أقع عقلته أقع سوي له شون والشغل ما هكدي بل إبراهيم عليه السلام قال لي أبوه قال له يا أبتي لقد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا قال له يا أبوه ودأ دائر أقول أنه كان بيعبد الأصنام وبيعبد الأوثان أناقش وحاور لما تعبد يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قال له اللي بتعبد لا يسمعك أمشي الآن عندنا في ولل ندي طبعا الناس بينادوا الأموات بطوفوا بالقبب تلقى الجماعة قاعدين قبري كم سنة خشينا قبر البرهانية بتاع السوق الشعبي ما عليش يا جماعة بنيها والله واضحين ما بنا لفوا دوران ما في خشينا السوق الشعبي لقينا الجماعة طايفين بالقبر أول حاج وحدين خاتين القبر بينوا بين القبلة بيصلوا وحدين راقدين واحد لو خش القبر كده تاني ما بيدي وظهره يعني القبر انت لو خشيته بالباب داك ما بتدي القبر ظهرك تطلع كده لا ترجع وراء ترجع وراء زي أسا يقليك قلاب دارتك بليك رملة ترجع كده لحد ما تطلع بر شغلة غريمة خلاك يقول لك لا الولي ما تدي وظهرك ومنه انت ما شفت الجماعة بالسعودية هناك باب السلام تخلج بي تطلع بها غالي وبعد دا واحدين متفلسفين الواحد عامل فيه من الاحترام وكده وكده يا ناس ده ده كله ها مش تسوق الشعبي ده شوف والله بيصلوا القبر بينوا وبين القبلة وبنا ذو الميت وتاني برضو قبل أربع سنة ما شاهد برضو منطقة هناك شرق النيل خشيت جوة قلت ان شوف النازل بيسوه زمن ذاك ديقين كانت صغيرة شوية والله جد خشيت جوة سبعة عظيم ستة قباب خشيت اي واحدة بجي اقف فيها مسافة المرأة جاد خاشة اول حاجة يرقعوا ويسجدوا وحدين يتبرقوا يتمسحوا في التابوت وحدين يشلوا من التراب ويكبوا واحدة من النسوان بذكر ليلة لجات للمجل قلت له ويصل الناس مربوطوا يتا بتحل وانا جيتك الليلة وما عارف لك لستة من الطلبات والله لستة لو كان لو كانت تقربة لاتقربته للمجل تقربته ليا الله كان الله قبضة لا شغالة لانه ربنا قال اما يجيب المطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايله مع الله في اله تاني بيستجيب ما فيه لكن ديل اوهم الناس ان الولي بيسمعك والله قال ما بيسمع ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله قال من لا يسمعوا له دعوة الحق يا سلام والله جماعة الآية دي ما بتلقى اوضح منا كل كل اي زول بغالتك ياخي قل له الآية دي من سرطة الرعب ربنا قال فيها له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الله قال لك ما بيستجيب بايش اي زول دعوا من دونه قال لك ما بيستجيب بايش والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو خلي الموية البعيدة ديك يا جماعة ودك ما قال ليك الزول قاعد في بير وبنادي في الموية تحت أسى الآن القارورة دي إن أنا بس فتحتها كده فتحتها خلاصة هدي لفاتحة وناديتها يا موية تعالي يا موية تعالي الناس دي كلها قولوا لي الزولة مجنون ما نصح لا 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 مد يده ولا جاب له كوباء يكب فيها وشرب تجيب كيف الموية لا شرعا ولا عقلا ولا بها المنطق ذاته الفلاسة أقول لك ولا بها المنطق ما بتج الله قال ليك البنادو غيري دا زي الزول الواقف لو في بير زول الواقف في بير وبنادي الموية يا موية تعالي يا موية تعالي عشان نشربه ووه فلا بتج الله قال ما بتج قال ليك ما إلا كباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء دين الأولياء ذاته خليتوا بينكم بين الله أولياء لا يملكون لأنفسهم وقال لك لا نفسه ما عنده حاجة يكون عنده لك حاجة كيف لأنفسه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير الزول الموحد عقدته في الله براه والزول المشرك آلهته كتار ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله قال لك في زول بيعبد ربه براه دا الموحد ما عنده آلهة كتار وفي واحد تاني عنده آلهة كتار ما اسمعت ذاك قال يتسع وتسعين في القلعة راقدين هم راقدين يسوي لك شون هم ولوك في ذات يتسع وتسعين في القلعة راقدين يا ناس دي عقائد كلها الآن والله عقائد منتهية وما ابتقدين من العقائد ولا بد الناس يعني يعرفوا حقيقة هذه العقائد الفاسدة والله الذي لا إلى غير ربنا قال ليك قل من رب السماوات قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كلام ده واضح إت لقاك خلق حق الله وخلق حق فلان خشيت السوق دي قال له دي طماطم الله ودي خلق فلان لقاك عجور حق الشيخ وعجور حق الله ربنا قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني دخل قال الله كله اتأمل في السماوات الأراضين البحار الأنهار النجوم الكواكب الشمس القمر دي كل آيات بتخودك إنه المعبود هو الله تبارك وتعالى ما معه ولا نبي ولا نبي ما يجوز يعبدوا مع الله الليلة في بلد الذي عبدوا الزعيط ومعيط ونطاط الحيط والله الذي لا لغه عبدوا مع الله تبارك وتعالى فمن أبرز علامات أولياء الرحمن الابتداء في الدين لأنه عندهم حديث من النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأ الله حريص إتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير أو كبير قال لي لا بشرب الخمرة وقل لك دوالي لأ الله ما سمحت ذاك لا زالها وبيشرب الخمرة بلا داذا بيشرب الخمرة وبيعمل عمال قبيحة جدا وقل لك بعد دوالي لأ الله والله عديكة واحد تاني قالوا ذا الكون كله ماسكو كدي زي يقول لك دا القش والله دا قالوا والي لأ الله قال أنا عرشها دخل لي دا الأول قال أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها دا دا والي لأ الله زول بيقول أنا بنيت السماء والله يقول والسماء بنيناها بأي دين وإن لموسعون دا يعني بشارك الله بس شفت ركوب راس داري شارك الله في ملكه وده قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا قال له كله ماسكنه كده واحد الثاني قال ومن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيط به كما حط بالغيب تفصيلاً وإجمالي قال لك الغيب كله إجمالي وفره دي كله بيعلمه دا والي لأ الله في والي لأ الله بيقول كده دا إلحاد وزندق شان كده من أبرز علامات أولياء الله أنهم لا يتصئ لا ينسبون لأنفسهم صفات الله تبارك والدعاء ما في والي لأ الله بقول لك أنا بأعلم الغيب ما في وله لأ الله بقول لك أنا بؤدي الجنة ما في وله لأ الله بقول لك أنا بأيصرب في الكون لأنه جا في كتاب اسمه السراج السالكي الصفحة 114 والصفحة 124 بس إفت الكتاب دا أحفظ اسمه ومش فتشه قال لله تمانية أولياء كمل أربعة في اليمن وأربعة في السوداء قال في أربعة في اليمن وأربعة في السودان قال فكف عن ذكر الذين في اليمن قال الأربعة في السودان قال منا هم ما عليش أنيحهم نجيب أسمائهم هم زكرهم ونح怎么 قرنوا قال منهم إدريس والذل أرباب أفرك ربنا أكرم بفرك من لباس الجنة تخيل الجنة يقول لك فيها فرق عديل تقايل السوق ليب يا ورشن قال ومنهم ضفع الله المصوبا وعند أهل الله يسمى مصوبنا الحضارات وقد جر الشمس مع الملائكة أربعي سنة الكلام ده بتنسف لك آية واحدة من صورة ياسين ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير المصوبا ولا تقدير العزيزة العليم يا ناس ده قال لك جر الشمس أربعين سنة مع الملائكة هو عضل أربعين سنة فكيت له والشمس جرنا ملائكة الشمس ما جرنا ملائكة ربنا قال تجري بتقدير العزيزة العليم ما بتجري ما جرنا ملائكة لكن ده كل من داري وريك داري وريك شنو يعني الحاجات اللي عنده وصفات عشان كده جا في في كتاب القادرية قال قال وما قلت هذا قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا ولكن أتى الإذن كيما تعرفون حقيقة قال لك كلام ده ما قلت قال أنا كنت مع إبراهيم وكنت مع موسى وكنت مع عيسى وكنت مع إبراهيم وكنت مع منوه والأنبياء كلهم قال أنا كنت معهم وقال ما في جامع إلا وعندي في منبر وقال يا زول أن يصف من صفات الله نسب لنفسه في النهاية قال لك أقول لك حاجة ريحك مرة واحدة أنا الله زاعته والله قال أنا الواحد وربنا يقول وإلهكم إله واحد ده قال لك أنا الواحد الفرد الفرد منه؟ ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة قال وما قلت هذا القول فخرا ولكن أتى الإذن كيما تعرفون حقيقة بس قال لكم أنا الله بس دي حقيقة ليقول للناس بس عشان الناس عرفوا حقيقتك شون دي زندق يا شيخ عرفنا حقيقتك دي زندق يتب تقول أنا الله ودائرنا نعتقد فيك إنك والله يا الله أنت زندق إنت زي إتا وإتا فرعون راقبين سري واحد والله إتا وفرعون سري واحد فرعون قال شنو؟ قال يا أيها المال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى ده قال أنا الواحد ونسي كلام فرعون واحد بس داك جابه بيجاي الشركات ما زي ما قاله مختلف زين وقريبة وكنار ويمتين وحدين بيطة وبيطة خطوا زين واحد خطوا هناك دا فرعون جابه ناشف زي ما بقوله الجماعة قال أنا ربكم الأعلى ويا أيها المال ما علمتكم من إله وده برضو نفسه جابه لنا برضو ناشف أنا الواحد والفرد والكبير بذاته وكثير كلام ده كثير في في قصاية بلحت القوم الكلام ده كثير عندهم التالت قال حسن وتحسون قال أحي الأموات بسره وخزن وملك من خزائن الأسرار ما ملك ألان الله لقدمه الحجر وبطره الله بطرا جزيلا جميل قالوا حسن وتحسون بحي الأموات هو الآن ميت ولا حي بس سؤال براحك ميت طيب إنت ميت له إنت بتحي الأموات وتموت وربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعوا البيحي ويميت ده الله وطلع علينا برضو دكتور اسمه الخنجر اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر الخريف قبل كم سنة قال عندنا في السودان أولي يبيع المطر قال حواشتين سوا واحد دفع قروش واحد ما دفع قروش المطر بينزل بيجاج وبيجاج ما بينزل والله يقول تليه ماسك لك خرطوش رش كيف تخرطوش ومشغلوا يطرون ما ما تقدر تتحقق في الموين تقدر تمسك الرزال تقدر تمسكه قال لا ببيعوا عادين تدفع قروش بالدكمة كانوا طلفون والله طلب الفؤول كانوا طلفون وده عقيدة فازدة المطر دماثل بنزل أقرأ القرآن أقرأ خواتيم صورة لقمان وأقرأ آيات من صورة الشورى وآيات من صورة البقرة وآيات من صورة النمل وآيات من صورة الروم وآيات كثيرة جدا ربنا قال في صورة الشورى وضيء أوضح آية ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته وهو الولي الحميد ده الله تبارك وتعالى ده قال عندنا ناس ببيعوا المطر قال أقول لك حاجة أنا ما عندي شك إن الأولياء بيحيوا وبيميتوا من الأولياء بتعينك البيحي ويميتوا دل في واحد حي ولا كلهم ميتين كلهم ميتين كان عبد الرحيم الزريبة وكان داك المكاشفي وكان غير وكان غير كلهم أموات ربنا قال أموات غير وحياء وما يشعرون أيانا يبعثون فما في ولي من أولياء أو عفوا الرابع قال ومنهم أحمد ودطيب ود البشير ربنا ملكوا الكون تلاتة وتلاتين سنة ما نقصيوا جنح بعوضة في الصفحة مية أربعة وعشرين قالوا حتى أن ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح عبد يستأذن أحمد الطيب والبشير والله الكلام ده بالنص والله الكلام ده اكتب بالنص كلام ده الآن أنت بتشوفه تشاشر تشاشر لكن كتبوه وقاعد في الكتب وفي أكبر من ده في أكتر من ده لشان كده ديل ما أولياء لله عز وجل فدئ من أبرز علامات أولياء الرحمن الإيمان التقوى المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام الوقوف عند حدود الله والتقرب بالنوافل وبغيرها أما أولياء الشيطان برضو الشيطان القرآن ربنا ذكر في القرآن أن الشيطان عنده أولياء ربنا قال عن إبراهيم عليه السلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إذن إنما إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فالشيطان عنده أولياء عنده أولياء وأولياء الرحمن عندهم كرامات وأولياء الشيطان عندهم خوارق عادات ومن أعظم وأبرز صفات أولياء الشيطان الوقوع في الشركيات من أعظم علامات أولياء الشيطان الوقوع في الشركيات والنق بالكفريات و نسبة الصفات الإلهية لأنفسهم والله عشوية لما تذكر بعض الزعماء من الجماعة بتتعجب لأن الشيطان ربنا ذكر عنه قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فالشيطان باستدرج الإنسان لحد ما يوقع في الكفر الشيطان ما غايته ما بس هم ويوقعك في المعصية لا الشيطان ضايرك تطلع بر الدين نهاي وعنده حيل وعنده أساليب وعنده خبرة في الإضلال ما تتخيل الشيطان ده يعني ما عنده خبرة الشيطان ده عايش آلاف السنين ويا ذوالها النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنا وريك إنه الشيطان شغال شغل جد قال إذا أصبح إبليس بث سراياه قال فك الجنود إبليس عنده جنود في واحد ما قدم وفي واحد عريف وفي واحد جندي المهم زي ما في عندنا في الدنيا في الحاجات الشرطة والجيش في الرتب الشيطان برضو عنده عنده رتب وكل ما الإنسان كان أكفر ويقع في الشركيات ويلحد ده كان من المقدمين زي ما قال واحد من الشعرة قال كنت ممرأة من جندي إبليس قال فترقيت حتى صار إبليس من جندي قال أنا كنت من جندي إبليس لكن ترقيت كل مرة ودني ما مورية وجي راجع فأولي ترقية قال حتى صار إبليس من جندي قال ولو أنه مات قبلي أحسنت طرائق فسق لا يحسنها بعد إبليس كان مات قال والله أنا أجيب طرق بتاعة فسق إبليس ذاته كان حي ما يجيب وفعلا تلقى ناس يعني يعني إبليس بعد كفره ده كافر ملعون مطرق ما قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي ولا قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير وربنا قال لنا في القرآن في صورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا في قراءة جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إبليس ده ضل الأمم يا زل ضل الأمم عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما انتلل الآية من صورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قال ده سبيل الله واحد وخط خط مستقيم وخط على جانبه خط معجة قال هذه السبل وعلى كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه والشيطان يدعو لي وين زي ما قال رب إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير شيطان ما يدعو للجنة يدعو إلى جهنم فقال لي يبث جنوده قال من أخذ لها مسلما ألبسه التاج قال بيقول لي جماعة بتاعين الليلة البوقع مسلم في الخذلان أنا بلبسه التاج قال فيأتيه الأول فيقول ما زلت به حتى طلق زوجتهم قال والله وسوستلول لحد ما طلق مرته يقول له إليك عن يوشك أن يتزوج يجيو التاني يقول له ما زلت به حتى عق والديه يقول له إليك عني يوشك أن يفرهما قال فيأتيه الثالث فيقول ما زلت به حتى قتل قال فيقول أنت أنت أيوة انت شغل نظيف قال ويأتيه الرابع فيقول لم أزل به حتى أشرك فيقول له أنت أنت ويقرب ويلبس التاج شوف الشغل ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داري وقعك في الشرك الشيطان داري وقعك في الشرك وشيطان الجن والإس بتعاون بتعاون فيما بينه عشان يوقعوا أهل الإيمان ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من شياطين الجن وشياطين الإس وكفى بربك هاديا ونصيرا فقال الشيطان داري وقعك غاية وقعك في الشرك وأبوابه اللي بيوقع بها الناس في الشرك كثيرة كثيرة منها السحر السحر وأغلب على رؤوس الطرق سحرة أغلبهم سحرة بتعاملوا مع الشياطين ربنا قال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك السليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر من أعظم الأبواب التي يخرج بها الشيطان الناس من الدين السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فقنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ديال باعوا نفسهم للشيطان السحرة والفوكية والدجالين الصحف ووسائل التواصل قبل يومين جابت جابت يعني حادثة حدثت في منطقة مناطق السودانية اسمها الضعين على الغريب كذا الضعين منطقة معروفة واحد شاب واتشاب جاليو لواحد دجال قال ليو داري حجاب ضد السكين في بلدنا دي بيدوك حجاب ضد السكين وحجاب ضد السلاح وحجاب ضد العقرب وحجاب للرزق وحجاب محبة وحجاب للعوارض وحجاب للزباين وحجاب للبايرة أي حاج والله البايرة عملوا لين حجبات اتعارف أنا مرة لقيت ليه حجاب معلق في لودر لودر بودوه محل الدهب كذا اللودر ده قدر ما يودوه يصينه بيقع كله كله ما طاق عافي قدر ما نودينه صينه بيقع وتعبنا تعب في الدنيا دي هل المكانيكي قاعد يفتش تحيط كذا اللي قالوا ورق معلق في اللودر ده ومعه معه ربعراته الكمون معلق قام قطعه قال ليه ده لقيته تحد قلت له دي قال ليه ده لقيته تحد جابوا ليه لقيته كمون جوا الكمون ورقة كانت بيه فيها بسم الله الرحمن الرحيم ده ما فيه اشكال والصلاة والسلام على نبينا محمد ما فيه اشكال سيارة سيري بإذن الله وبإذن أبونا الشيخ عبدالباق المكاشف والذي رفع السماء المكاشف عمل فيها صامولة المكاشف هو لو جاوزات وقال لا سوق ما يقدر يسوق كيف تصير فيه إذن يا مكاش والله عشان تعرف إنه بلد دي مغرقان في العقائد الوصخان يا نس وذي كلها من علامات أولياء الشياطين كتابة الحجبات من من علامات أولياء الشيطان إنه بيكتبوا الحجبات يقول لك حجاب بتاع الرزق الرزق بيكتبوا بيكتبوا له حجاب كل رزق في السماء ذات وفوق ولا تحيز ذات السريح ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة التقوى دي اللي بيبعليه حجاب الرزق عديك والله الذي لا لغي حجاب اللي قيته كنت مصوره قبل فترة قاعد فيه موبايل وغير من الحجبات وغير دي من أبرز العلامات البتلقاء مما تلقاها أعرف أن الزول ده من أولياء الشيطان وباع نفسه للشيطان عديل بيع بيع للشيطان شكرا شكرا الشاب جال للزول وقال له دار ليه حجاب بتاع السكين ف قام لكن قال له على شرط تجربوا قال له خلاص طبعا داك واثق من حجابه والشيطان خذل لأنه الحجبات اللي بتلقاها شغالة يعني مثلا بتلقى حجاب يقول لك دا من السكين وصاح قد ما السكين ما تطعنك ما معناه هذا القرآن والشيء الفيه دا جايز أو شيء يعني أو لبس الحجاب جايز لا دا عرف إنه معه شياطين فالشيطان خذل قام طعنه بالسكين والسكين طعنت مات وهكذا عشان كده أغلب هؤلاء بيتعاملوا مع الجن ومع الشياطين من علامات أولياء الشيطان أنهم يتعاملوا مع الجن ومع الشياطين وكذلك من علامات أولياء الشيطان يعتقدون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما في ولي من اعتقد أنه يجوز له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الخضر مع موسى عليه السلام فهو كافر لأن ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مهما بلغت من التقى والإيمان والصلاح والولاية ما يجوز لك تخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم برضو بتلقى بعض المقالات بتاعت هؤلاء يقول لك نحن وصلنا محل خلاس رو في عد عننا التكاليف بقول لك زي ما قال واحد هالك اسم محمود نحمد طه قال ربنا قال وعبد حك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال أنا عبدت الله لحد ما جاني اليقين خلاص التكاليف دور وعد عني ما بصلي الصلاة بتاعكم دي قال بصلي صلاة العصالة صلاة العصالة دي ما معروف ركوعك من ركعة سجودك من سجدة ما معروف ذات ليه لأنه بقول لك بتصل مرت وبتترقى لحد ما خلاص ترفع عنك التكاليف وبتشتري نفسك من الله تبارك وتعالى وتعتق رقبتك دا كل من الإجرام ومن الزندق ودا كل تلبيس وتدليس للناس قال ما تلومه لو شفت الفقي ولا الدجال ولا الشيخ ولا أي حاجة بيعمل أي منكر قال ما تلومه دا في الظاهر في الظاهر معصية لكن في الباطل دي طاعة كيف يا مولانا والله زي ما جاء في كتاب سراجة السالكين الصفحة 43 قال باب التسليم وعدم الإنكار قال أول حاجة سلم وما تنكر أها قال إذا رأيت منهم من تعدى ونح وفعل أفعالا قباح ما عليش الكلام لن يحمل أقوله كتبه قال ولو أنه يأتي إلى البهائم وقال إرادته النكاح قال فلربما حصل للنخل اللقاح فلا تجد عليه إلا بكثرة الإمداح ألم تدري أن من أنكر عليهم هفى وخرب داره وهفى ورح قال لي قلت لو شفت الشيخ بعمالية ما تنكر عليه كل كل لأن كده تلقاهم في كتاب طبقات والضيفلة في واحد قال ويشرب المريسة عديل اسمه خليل الرمي قال قال جاو زول قال لو عندي كده كده وده أدعو لي الله يرد لي البتل الشغال معادي قال لو جب لي برمت مريسة ومعرف ليك ديك خاصي وجب لي بصل بصلتين الزول البخيت أو نادية واحد تاني بغادي بيتكلم مع طير واحد تاني يفعل يا زول يقول لك ما تنكر عليه لأن كده قال عبد الرحيم الزريبة قال في كتاب رياضة الجنة ونرد جنة بيقول قال 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 وإذا الفيت منكرا في قولهم أو فعلهم قال فأول تأويل خير مؤول ومترجم يجدون لمس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم قال لك الأول يدي بتاع نهم يعني قال لك إذا شفت الشيخ بيسلم ليه على مارة أجنبية ما تقول دي مارة أجنبية دي زي المحرم واحد تاني قال أبو يا شيخ لو سلم عليه مارة وسلم عليه عود واحد قال عود قال والله إلا تبقى عود إلا تبقى عود إن تزاتك برضو جاء في الكتاب سراجة ثالكين الصفحة 155 قال أيجوز للتلميذ أن يجلس مع زوجة شيخه في الفراش قال نعم إذا رأها كالخشبة في زهل بيقعد لي مع مارة بيشوفها زي الخشبة والرسول عليه يقول وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم ما ترقت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ده يقول لك شوف زي الخشبة إلا تبقى إلا تبقى تزات خشبة وفعلا الخشبة زي ذا خشبة يا ناس شأن كده بيقول لك ما تنكر عليهم كل كل دي كل من علامات من علامات أولياء الشيطان ويتعبدون من علامات أولياء الشيطان أتباعهم بأوراد وأذكار ما أنزل الله من سلطان والله جد تلقى الواحد عنده لألوبة مية متر وعنده جرس في النهاية كر 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 شغال الليل كله سه سهوبي سه سهوبي شقش شقموش نمو شلق أبا نوق العجل العجل الساعة اثنين ده شنو ده يقول لك ده الوريد حقنا الوريد ده حق الرسول سواه يقول لك لما سأ أدىك له أداني له الشيح هذا لا شغل بتاع شياطين ساي والله الذي لا يلغي جا في كتاب أزاهر الرياض من الأشياء اللي عندهم يتعاملوا بها قال يكتب لمن به حمى شقش شقموش نمو شلق أبا نوق العجل العجل الساعة اثنين والله الذي لا يلغي وجا في كتاب مجمع الأوراد بتاع البرهانية في الصفحة ستاشر وغيره قال بيقول همسا همسا لمسا لمسا لموسا لموسا قال أنا الأسد سهمي نفد لا أبالي من أحد ده شو ده والله الذي لا يلغي وبرضو يعني عندهم يعني في أذكارهم وأورادهم بتلقى الزول بيقول كلام غير مفهوم بيقول لك الزول لا ترجم 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 يعني شنو يعني جاب كلام ما مفهوم للناس ودي كل حالات يتلبس فيها الشيطان بهذا الرجل الذي هو من أولياء الشيطان بتلبسوا ودي بتجين في خوارق العادات التي تظهر على أيدي هؤلاء أنا كنت في منطقة اسمه الهلالية هناك فيها واحد اسمه والدلميرين والدلميرين ده عنده عصايا الجماعة في الزكر بتاعه في الحلقة بتاعته النوبة ده قوم مسخنة بيأشر لي الزول على بعد أمتار الزول هناك بيقع هل ده دمن علامات أولياء الرحمن والله الذي لأله دمن أعظم وأظهر علامات أولياء الشيطان معه شياطين شغالين معه وإلا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام ما شوفناه ولا واحد من الصحابة ذكر وبيقى يرمي الناس من بعيد واحد تاني يقول ليك بيأكل النار ولي يأكل النار في البلد دفي واكل الأمواس والقزاز وده كل شغل بتاع سحر كل أسحار زي ما قال ربنا عن سحرة فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم شان كده بتلقى بتلقى أغلب هؤلاء الأدباع يؤمنون بهذه الخوارق ويعتقدون أنها كرامات دي ما كرامات دي خوارق وأحوال شيطانية أحوال شيطانية الأولي عندهم كرامات وني حاب نثبت الكرامات لكن هؤلاء لهم أحوال شيطانية تلقى الواحد يقعد في خلوة أربعين يوم يقول لك أربعين يوم كل يوم يغرب ولا كل يوم يتم Arch هذا شغل بتاعه الله ودي الأولياء الله كده ده كل شغل بتاعه عبادة للشيطان وتقرب للشيطان بهذه العبادات وبهذه المحدثات وهذه البدع وبعد ذلك يخدمهم الشيطان بعد ذلك يخش مع الشيطان في صفقات دي برضو من علامات أولياء الشيطان إنه عندهم خوارق عادات خوارق عادات يعني بثوى للناس لكي يثبتوا للناس أنهم أولياء هذا كله من السحر الغالب في هؤلاء إما خدع ودجل وشعوذة وإما سحر والواجب على المسلم إنه يبتعد كل البعد من هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه الدجال لديه عنده خوارق عادات وعنده أشياء عجيبة والله الدجال لو طلع الليلة الخيام المنصوبة والريات المذقوقة في ساحات المولد دي كلها جاهزة لاستقبال الدجال لأنه في بلدنا دي ما يظهر دجال جايبين واحد قالوا بعالج بالعض قبل فترة وجايبين تاني واحد قالوا بعالج بالجرسين والسكر وجايبين واحد قالوا بعالج بالكي وجايبين واحد تاني قالوا بعالج بالتش بالتش في الكريمة وين وغير واحد تاني يعالج بالشاي ما بعرفه شاي لبن ولا شاي ساد مصاحب كثيرة يا ناس فالدجال بيقول له السماء كوبي بيت كوب مطر يقول له لاري ضنبتي بيقول له الدهب ماش وراه الدهب المجننة الامة دي ماش وراه زي عاسب النحل ده الدجال ويجيك انت يجي للزول النبي عاصم قال قال الزول السمع بيه ويبعد منه وما في محل إلا ويطه إلا مكة والمدينة ومن الأشياء البطعصم الإنسان من الدجال يحفظ العشر آيات من صورة الكافة من أولها أو آخرها قال لك بيقول له لو أحيت لك أبوك أمك بتؤمن بي يقول له قبر أمك وقبروك يقول لي قال فيتمثل له شيطانان تمثل له شيطانين واحد في صورةهم واحد سقطهه بعد ذلك يؤمن بالدجال وصاحب تلبيس وشبهات ودي فيها فائدة زول الشبهات أبعد منه بعيد أبعد ما تقرب منه النظم قال لا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة ولكن الصحيحة الصحيحة تجرب الغنماء يدي له فحد جربان ولا البعيد وجبت له واحد صحيح جنبه ما الصحيح بيعادي الجربان الصحيح بيخلي الجربان يبقى شنو؟ كويس لكن الجربان بيعادي الصحيح وعشان كده سلفنا الصالح نهو عن مجالسة أهل البدع ما أتقرب منه مبتدع أبعد بعيد والله زي ما ذكر الإمام الصابوني عليه رحمة الله في كتابه الشريعة قال ويرون يعني أهل السنة صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب أول حاجة بيطمر بالآذان يا سلام والله صوت جميل في القرآن بعد شوية بيستغير في القلب بيترتاح له بعد شوية تمشي له بعد شوية يقول لك هيا الخلافة الراشدة هيا إلى فلسطين يمرقك في أبوركينة فاس يمرقك بهناك وقلت قلت أنك مش فلسطين وذلك أبوركينة فاس هيا إلى الجهاد وهيا إلى وين وهيا وهيا قال التي إذا قرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والحسرات ما جرت وفيه أنزل الله قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأحرض عنهم ما قال أقعد معهم قل لك أنا أقعد معهم أشيل السمح وخلي الكعب وإنت كان بيتعرف السمح والكعب كان من البداية ما قعدت كان عرفت وشغلت وقول له كعب لأن المبتدع ما بيبدأك به البدعة المبتدع ما يبدأك به البدعة هي أول حاجة بالسنة يقول لك عندنا مجلس المجلس الأربعين في ما عارف ليك صحيح في وين وكده خلاص بعد تتخدر التب بعد ذلك يقول لك طبعا نحن ولا بد من تكوين مجاهدة هؤلاء الكفر بعد ذلك بدأت تكفيري ولا تلقاه حزب تحرير ولا تلقاه أخو مسلم ولا تلقاه ما أعرف مهم ما بيبدأك به البدعة كله من البدعة لابد يجرك حبة حبة بعد ما يتمكن منك تمام بعد ذلك بيديك السم إذا بتبقى بعد في الطريقة اللي بتحلك منه لشان كده سلفنا قال لك فديل عندهم خوارق عادات الدجال لا عنده خوارق عادات يعني بتحيرك انت لو إنسان إيمانك إيمانك ضعيف ولا مزعزع بتصدق ده قال لك بيسجد له عديد لمن يطلع له أبوه أمه شيطان في صورة أمه شيطان صورة أبوه يؤمن طوال ويغتنع ويكفر بالله تبارك وتعالى ويسجد لذجال مسألة خطيرة دي خوارق العادات اللي بيهموا بها الناس يعني الأدباع والكلام يعني كثير جدا وأنا إن شاء الله بفتح المجال لي أخونا عمار بعد العشاء يتكلم في بعض الشبهات حول الأولياء وحول التوسل بالأولياء ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويحشرن وإياكم الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا